من الأخبار الرياضية مباشرة إلى عمود على الهوى مع الأستاذ حسين خوجلي مرحب أستاذ حسين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم عزيزنا المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أيام انطلقت في الأسافير المختلفة دراسة صغيرة أجراها أحد الإخوة الصحفيين وزكاها عليه مجموعة من المواطنين وزاع صيطها بين المواقع المختلفة عملوا دراسة صغيرة جدا وعلى الكفاف كده فإنه لو في أسرة سودانية تعيش على الكفاف حقيقة يعني العبارة دي قصدتها يعني والكفاف ده خط كده ما بين الفقر والكفاية كفاية بحدها الأدنى فالدراسة دي عملت دراسة أو أو تضريبات لأسرة سودانية من أب وأم وعندهم ثلاثة أطفال وأجمع الجري لهم بيت بل حد الأدنى أفتكر عاملين عشرة مليون واللي هو الأوضة حسي بيت بخمستاشر مليون والحد الأدنى من الأكل والشراب بوجبتين في اليوم يعني ما في يعني زمان زي ما بقوله الحيوانات الأليفة ما بيأكلوها والمصاريف بتعطى الأطفال دي لمشوا في المدرسة بالحد الأدنى وكذا ولا فيها ترفيه ولا فيها أدوية ولا فيها عطور ولا فيها والله هناي مسحة زيت بخلي كركار هناي بزيت ما موجودة عمل الدراسة دي طلعت الأسرة طلعت الأسرة دي دائرة ليها 88 مليون 88 ألف في الشهر دي الكفاف أسرة فيها أب وأم وثلاثة أطفال عايشين في تقريبا الهامش وعايشين الكفاف وحاجة كده يعني شعر كده تسقط تحت مستوى الفقر آآ دايري الليون 88 مليون عشان يعيشوا يعيشوا بس حياة أي حياة مش الحياة بالألف والآن 88 مليون دي حالة بتاعة البلد الآن يعني أداء يمكن الدولار الليام الفاتح دي ضرب لما كان مئتين كم وعشرين ولا كم وثلاثين الآن الدولار بقى بمئتين كم وسبعين يعني معناها الدولار دا لو مش أكتر من كده القصة دي زات الثمانية والثمانين مليون دي لا تفيد طيب تخيلوا إنه الآن الموظفين والعمال وكده أغلبهم بتاعنا الخدمة العامة والخدمة المدنية الخدمة المدنية دي ماشي تنتهي يعني يعني المؤسسات بتاعة الخدمة أقصد الخدمة الخاصة المؤسسات الخاصة ماشي عشان تقفل يعني الآن تقريبا أغلب المصانع قفلت الشركات الخاصة قفلت المؤسسات هلا زول عنده شوية طعمية خذتها في طاجن كده ولا بيبيع له شوية زلابية وشاي وكده وبال وبال وبالارتفاع بتاع العساعدة ماشي يقفل يعني الحياة في السودان حت حتقيف فإزاي تجيبت عليها الطعم بتاعة الجائحة دي بتاعة الكوفيد آآ توينتي دي احنا خلاص الحياة في السودان ماتت ماتت حقيقة وانا حقيقة العبارة اللي قلتها قبل مبارح بتحازي بلاد تظللها رائحة الموت والديتول صحيحة واحد ضرب ليتا قال يا استاذ اكتوين يا رخي ديتول وين ما في زول بيشتري ليه قدر يشتري ليه ديتول يعني خلاص بعد ذاقي بس يشتري الموت يعني حتى الديتول دي طلعوا لي في هنا نطولي في عام يقول ليه ما تقول ديتول يتول لزول ما هو في زول بيقدر يشتري لا صابون لا ليكويد ما في ما في طريقة تشتري دي وانا لهم خلاص قبل هنا يبقى بس الذي يطوف على الحياة السودانية الآن رائحة الموت تمانية وتمانين مليون تمانية وتمانين الف لأسرة بيتعيش في الهامش أب وأم وثلاثة أطفال وتمانية وتمانين مليون دي راتب بتاع زول مدير كبير مدير كبير تمانية وتمانين مليون الآن الناس رواتبهم في السودان في ناس مليون في ناس اتنين مليون في ناس تلاتة مليون في ناس خمسة مليون البيا اخدوا عشرة مليون ديل في القطاع الخاص ديل من الاسرية. العشرة مليون دي ما بتقدر تجيبهم من البيت وترجعهم. ما بتقدر تجيبهم انت. يعني يعني انا انا هسا اقول لكم مقياس. انتم عارفين مسلا قنفة ضائية وازاعة وجريدة. اي اي حلة بتاعة ليمون في السوق العربي دخل هكتر من المؤسسات دي. يعني يعني انا انا بقول لكم المقياس بتاع الموت. انا بجينا الاف الرسائل من السودانين بر السودان وكده. او الله اي زولان اضرب لي وكده. قال لي انا موقف موقف المؤشر بتاع الرادي وبتاعي على ازاعة المساعة. الاغنيات الجميلة والثقافة والحوارات واستضافة كل الناس بكل تياراتنا الثقافية والفكرية. ما في اي يقاف لي زول. ما في حجر على المساعة الازاعة. واضربوا لك المهاجرين من كل انحاء الدنيا السامية واستاذ دي معنى برنامج كده وقالوا كده وقناتهم درمان الفضائية وكده. هل تصدقوا ان المؤسسات دي ما عندها دخل? ما عندها. ما عندها دخل تماما يعني. يعني الان نحنا يمكن الشهر الجاي هنقفل هنقفل المؤسسات دي. هنقفل المؤسسات دي لانه حتى بالحد الادنى لان ندي الزول رادبه عشان يعيش ما عندنا. تخيلوا انك اتا بتجيب لك موزيع ولا موزيع من بيتهم وترجعون. ها? القصة دي ما في لها بنزين. يعني السواق بيقف بيقف ليوم ولا يومين عشان. وما يلقى بنزين. بين خمسمية واربعين اللي قالوا هادي. الناس بيشتروا الان الوقود بمليون ومليون وميتين وخمسين. بيقوا الناس يقفوا في الصفة اللي بيلقوا ده ذاته. يمشوا يقبوا يبيعوا للناس بي مليون وميتين وخمسين. يعني الحياة توقفت تماما. في نص يعني في نص البؤس ده. اللي اصبحت فيه العيشة بعشرين جنيه. الوقود ما في. العلاج ما في. المواصلات ما في. ممكن الزول يموت يبيت او يموت. في 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 موقف بتاع مواصلات. اي حاجة اي حاجة. يعني. وطبعا زول الله الشعب السوداني ده مبطر. لكن الله زول يستحي. يعني شعب السوداني ده عنده كمية من الاخلاق. صابر على الجوع. صابر. يعني صحي. صحيحات الناس اللي بيتكلموا عن الامفلات الاخلاق دي. صحيح زي بيكون في. ميتين بيت تلتمية بيت. ميت بيت مؤهناي. يعني. يعني زي ما بقول الشيخ حلقات هم مرقم فيه المقدر يعني. وعملين الصيد ده كله كده لأسباب آآ مبرر وقير مبرر. وما في حرام مبرر يعني. لكن قصاد ده. في ملايين من بنات السودان. اللي رفضنا بعفاف. يعيشنا على ازدائهن. ملايين. وما في اي حاجة. ما في اي حاجة. اب ما عنده كفاية. ام ما عندها الحاجة البيدعوسة ولا البتفركة ولا البت. اخوان قاعدين عطا. ده مش حياتنا في السودان. اب مهيته ما بتكفي. ام ما لا قل بيطبخه. تلاتة اربعة ولا طريجين عطالها. وبيت عانس. والتجيران ينظل لها شزرا بشهوة. لكن طريقة لحلال ما فيه. واش دي حالتنا دي حالة الوسعى السودانية الان. والتمانية وتمانين مليون اقلتها لكم. رغم ده رغم ده. ايجي حمدوك مبارع على الوجع بتاعنا يقوم يوجعنا وجع تاني. والله الزول لما نسمع. الحوار بتاع حمدوك ده مبارع. يفتكرين من الزول ده رئيس وزراء النرويج. ده زول اصلا ابدا جوع الناس وصفوف وكده ما مقلقهون. الاسئلة يعني الاجابات باردة. واي سؤال ساخن. ما الاجابة بتاعته باردة ما عندها قيمة آآ مستفزة. ده على مستوى حتى على مستوى لا الاسئلة الصعبة ذاتها ما تسألت. يعني يعني كأنه ال الهناي ده ده بيحاور في رئيس السويد ولا النرويج ولا واحدة من الدول من دول بيحاوروا فيه كده. عندهم مشاكل في البيئة ولا آآ مرض جديد للاطفال ما بعرف شنو كده. ازمة للبر في البر. يعني حاجة حاجة ترفية كده. يعني انا انا كنت متخيل انه طوالي آآ البيتة القدمة الهناي ده المزيعة دي آآ بيت متوكل دي. طوالي بعد الحوار ده آآ تقول للسيدة الرئيس الوزراء بهذه المناسبة آآ يشرفنا آآ يشرفنا انه ديك رائعة الشفيع الحالم سبانة. بس البرنامج ده كانوا يسموه الحالم سبانة. هذا رجل حالم ليس له اعلاقة بالسودان. وبعدين حقيقة التكوين بتاعه ذاته. خليه فئلا الحالم سبانة. لان الزول ده قاعد ثلاثين سنة بر السودان. بر السودان تماما. لا بيجيبه فرح لا ترح. خمس تلاتين سنة بر السودان. تلاتين سنة في بر السودان. موظف اممي آآ يعني بيكتب ملاحظات وحاجات وبالدورات ببالعمل للصحبة. آآ يعني داب داب مرته واولاده كل اتنين تاني ما في عاجة. ما عنده علاقة بالسودان. الزول ده جاء خدتو في في مجلس الوزارة. الصباح بيطلع بيفطر بيجيبه السواق مكتبه. برجو آخر اليوم. عنده مجموعة من الكمبارسل في مكتبه. ما طبعا ديال ما من. ديال ما ناصحين. ديال ديال ضب بعض علاقات عامة. لانه بيفتكر اي زول بيقول له اي كلمة. الصفوف والجوع والمرض والكده. وال ولايات المنهارة ولا كده. افتكروا ده زواء السقيلة. زواء السقيل ده جاء بيطلعون. كده في اي زول ناصح بيطردو. وساتوا زي ادارة يعني. انا بس بقول لكم واحدة من الامثلة عشان تعرفوا. انه الانه سودان ده بيو دار كيف. مكتب رئيس الوزراء. يعني انا افتكر انه لما تعمل لك مكتب لرئيس الوزراء اهم حاجة فيه. تجيب لك تجيب لك كاميرات ديجيتال اخر موديل. عشان ده بيب النملة ده. يحسبوا. حتى من ناحية بتاعة سيكوريتي. انه كده تجيب لك هنا. يعني الحاجات المضحكة. اه. والله اتخيلت لك قصة دي ده ما مكتب رئيس الوزراء. افتكرته بغاله في السوق العربي. مره فريد ده بتاع الدكتور ده. بتاع الدوة ده. اه. الشيوعي ده الخل الشيوعين ومشا بيقى في مكتب هنا. مسكو الدوة ده. اسمه محمد فريد ولا. اه. ده قام قال في 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 المكتب بتاعه اختفت خمسمائة الف دولار. خمسمائة الف دولار اختفت. اول حق زاته اللي بيجيب خمسمائة الف دولار في مكتب رئيس الوزراء. نقدي يعني. والله ده مكتب رئيس مجلس الوزراء ولا الكيرين. في زول بيجيب لي لفة بتاع دولار في مكتب عشان تضيح شنو. خلاص والله ضاعت اختفت. وين الكاميرات? هي زات الجابة شنو? بيخلي دوا من الحقوبة. اه فيها قروش كاش شنو? وكمان مش بالعملة السودانية بالعملة الصعبة. دي الجابة شنو? رشوة. دي اه بيعا. دي اه واحدة من قروش الامم المتحدة الصحة العالمية جابوها لينا واختفت دي ما عملت اي حاجة. شنو زاتوا. نحن داعين يعني خمسمائة الف دولار دي. دي شنفر يعني. والجابة هنا شنو? واختفت وين? والتحقيق انتهى وين? والكاميرات قالت شنو? وليه ما في الخزنة بتاعة المديرة الشؤون المالية والادارية? غير الحاجات التانية اللي هي الاخبار الزولة الرفدو داك لمسألة اخلاقية ولا كده. دا دا بوريك الاداء. دي حاجة مصغرة. اشياء صغيرة دي. دي اشياء صغيرة. وقيس عليها يعني دا دا مكتب رئيس الوزر. اللي هو زول بيطلع ويمشي وهي هنا. ما عارف اي حاجة. وبعدين الجماعة له الزول الزول ما ولد بيئته. الزول دا ثلاثين سنة ما بيعرف البلد دي. ما بيعرف كورتها ولا بيعرف طابونتها ولا بيعرف غنياتها ولا بيعرف فرغب تحت كورة ولا بيعرف حاراتها ولا بيعرف مقرراتها ولا عنده كده. يعني ما. ما يقول لك جابت نسة وثورة شغلتها فيك شنو جابه. المجموعة هنا دا بتاع انشرامة اه احزاب ضعيفة وما عندها ولا سياسة قامت جابتك هنا. كل كل الارسة الحضاري بتاعك والنضالة انه البشير قال داري يجيبك وزير هناك كده ويت ابيت. بس ابيت يا ابو بس ابيت دي لاي وما ابيت بيانا هناك. لانه في ناس قالوا لك كده انتظر شوية. دي بس كل النضال بتاعك. وبعدين خلاص النضال والاختيار ده هل شايفينه قدامنا دا. شايفينه قدامنا جدادة الفلسفة دي. ما هو حسها زولدة ام ام يعني هو جدادة الفلسفة. قل لهولا دي ما شاءت كريت شنو في اوروبا. قل له الله قريت فلسفة. قل له فلسفة دي يستويشنا النقطة المشهورة يعني. ما يسخروا علينا احنا اسكريها فلسفة. قل له الله يا ابوي انا حسي ممكن ازبتلك الجدادة اللي مناكلوا فيها دي جدادتان. وقله مكف شايلة جدادة ووكلة. يتكون جدادة الفلسفة. خلاص الزول دا جانا يعني وبعدين في الحوارات ما في كلام عن الاقتصاد. يتكلم عن تاريخ الاقتصاد. ما في اي حاجة ما في اي شيء. يعني دي دي كارثة من يعني المبارحة الشعب السوداني دا. نصه جاوه احباط يعني يعني زهده لا يفسر. والله العظيم. والله دي مصيبة. بعدين شو باقي الوزارة? شو باقي الوزارة? باقي الوزارة المرضان مرضان والمستهبل المستهبل والحرامي حرامي والكده ما في حاجة. والشعب يقاسل امرين. يعني انا 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 ما شفت حاليا. يعني زولة بيسمح. بيسمح كلامي. السيد غيث الوزارة البارحة في الهواردة. بس يعني غيث ليس له من طريق الا ان يموت فجيعة. واصبحنا الصباح ببشارات هذا الحديث اه هذه الادعاة والمزامع والمزاعم وسوف وسنعبر وسنحل ولا كده. ولا كازيب وكده. المفروض ده الهناي. في 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 يجي يقول لك الله البنزين بيكفي ولا قد يكفي. ياخي ناس قاعدين ثلاثة يوم بايتين. كفي كيف يعني. جدا تلفل يكفي كيف. البيت ذات العام للهناي قالت له انا قاعدة لغاية بيت. فتاة واقفة في صف البنزين لغاية اثنين ونص صباح نقول لا والله اذا عاجك ويسا انه المرأة بتشاركنا في آآ آلامنا وآمالنا وكده. ما بعرف يعني. يعني ده زول حالي. هذا هذا الرجل من اليوم حقه سموه الدكتور الحالم سبانا. يعني انا انا ما شفت حاجة زيدي انا صفي حياتي ما شفت حاجة زيدي. ودي يا جماعة المشكلة بتاعة هذه الاحزاب التي ليس لها تجربة. الاحزاب يا جماعة اليسارية اللي حكمتنا المرة الفاتحة فما زالت تتحكم. ما زالت تتحكم. كل كوادر الان في الخدمة العامة. كون صديد يوسف ولا محمد مختار الخطيب ولا كده ولا شويد هناي ولا سنجوري برا. دي دي حاجة عادة ما كوموفلاج. لكن الناس قاعدين حاكمين. حاكمين تماما. حاكمين وبيجددوا كمان. دارين يبقوا الفترة الانتقال. حسع الان كل كوادر. الاحزاب اليسارية دي. ها الما عنده اي عمق فكري ولا ويداني ولا امتداد سكاني ولا حواظن وكده في الشعب السوداني مددت لي روحها اربع سنوات في الانتقالي. واحد قال لي ما ما في طبيع ما استقاله. قلت يستغيله. يا اخي قلت ليه. يا اخي رحم الله صدنا حسين ورحم الله آآ عبد الناصر ورحم الله من دل ورحمه. يا دل. اتقال. اه دا كلام ساك. خلال زي ما هم صدقين. يا زول بقى وزير قلت ليه ده اصله لحد ما يموت. ما حيفوز في نادي بتاع سنترليك. في بيته ما يفوز. يبقى وزير تاني خليه ليك والله يمش لو طلع عبد الناصر مظاهرة. ما يقف وراه. دي دي حاجة هنا يفو. ولذلك الان السودان ده كل الحاجات في السودان دي يا جماعة الام منهوبة. مختطفة. الحيلو مختطف جبال النوبة. الحرية والتغيير قحط مختطف السودان. المخابرات مختطفة الحدود. مختطفة السفارات مختطفة القرار السياسي. صديقي بتاع السفير الهناي ده. هو المندوبة السامي البريطاني. اي دولة اي دولة مجاورة في السودان اقوى من السودان. والله بتاعها في السودان اقوى من الحكومة. جاد متمددة في السودان براحتها. اريتريا متمددة براحتها. سيوبيا متمددة. مصر متمددة براحتها. ليبيا. اي اي دولة جوار مقتطعة في السودان وفي قلب الخرطوم هي اللي وباقي السفارات. نحنا ما عندنا اي حاجة. ما عندنا اي حاجة. نحنا زي زي الضربة بتاعت شفتوا شفت القصة بتاعت استباحتهم درمان. بعد دخول كتشنر ونجد باسا الوصلاتين باشا والجماعة دي. نحنا نفس الحالة مع تغير الاسماء والتواريخ. الان نحنا مستباحين تماما. لعندنا قرار سياسي. ولعندنا غرار اقتصادي. ولعندنا غرار اجتماعي. او اي حاجة ديننا يتشتم. مقرراتنا تتبدل. اطفالنا يشطبوا منهنا القرآن. المفتي بتاعنا جمهون مكفرون كل المسلمين. القوانين بتاعتنا والغياد. الاسلام طلعوا من الاداد نهاية الدستورية. اللغة العربية او اي حاجة الان في حالة سيولة. وجعانين وعطشانين ومرضانين وموتى. ده كله حاصل عليه. الحكومة دي سقطت. سقطت تماما. لكن ما في راجل ولا في تيار سياسي ولا في حكمة. بيجوا يتفنوا جناس البحر دي. والله ده حاصل. الان هذه البلاد ميتة تماما. وهذه الحكومة اكثر موتا. دي جنازة بحر. لكن في لا في عسكري. ولا في حزيب. ولا في تيار. ولا في حكمة. الجنازة دي زاتت. تأسنت. حفنت. شفت. اسكبت رائحتها الانوف. ده لها زولت فينا. عشان يجوا الناس يعني اهل الميت دي لبعد يا جماعة. يا يعملوا لهم الشركة بتاع قطاع عامي خاصي لمو حاجتهم دي. هي يوزعوا التاريكة. لكن البلد دي انتحد. وحس اي زول مختار. الحركات المسلحة دي. حسي دي جات. حالمة بانها زاتها تبقى في استراحة محارب. للمجموعة بتاحت القيادات بتاع دي. ويمشوا لأهلهم في البلد وكده يقول لنا يا جماعة دي كوباية لبن. والله العظيم. حسي بعد شهر. حقا اللي يرمى يلقوه. حقيقة. وبعدين غير غير النهب واسترقة زاتوا البلاد دي اصيبت بمحقة. واصيبت بعدم بركة. يعني انا بقول لنا جماعة كذا قوات وضربوا. الانغاز دي. كانت بتبيع البشير ده كان ببيع البنزين ده بيتمانية وعشرين جنيه. نحن حسي بنبيع البنزين ده بحق الحكومة المافية ده بخمسمية. وفي السوق الاسود بمليون وميتين وخمسين. ضربوا القروش اللي بتخوش على الحكومة دي. اللي هي اضاعفت عشرين مرة. مشت وين? ات قلت الحرب بالاكازين بتاعتك دي الصح ولا كضب والتي اشعتها في كل انحاء العالم. قلت انه الحرب بتكلفنا تمانين في المية من الميزانية والدخل القومي بتاعنا. تمانين في المية. يعني كل باقية الحياة دي اللي بتدير بها لانغازة الهناي السودان ده عشرين في المية. الان ات توقفت الحرب. الحركات المسلحة جات. الحلو كالترخيرو رضا بكاو ده بتاعته دي وقعد. ما في ما في حرابة. ناس غرب السودان ده يزيجزاته من الموت. ما في حاجة. التمانين في المية دي وين? الجات الخزنة وين? الان ات لبتصرف على التعليم. ولي بتصرف على الحراك السياسي. لعندك برلمان. ولعندك حكومة. ولعندك حكومات ولاية. ولعندك مجال استشريعية. ولبتصرف على الجامعات. ولبتصرف على التعليم. ولبتصرف على الصحة. ولا بتصرف على الطرق. ومن ما الله خلقك جابك لك سنة ونص. انتم عارفين ان السودان ده للان. ما في اي حجر اساس وضع. ما في حجر اساس. لا روضة. لا جامعة. لا طريق. لا كبري. لا مشروع زراعي. لا ولا ولا اي حاجة مدعم. مدح. اصلا يعني اصلا حمدوك ده لم يغب الرجليه ساعة في سبيل الله. ولا في سبيل الوطن. مدعم لتي حاجة. والانغاز المقاضعة امريكا. ومقاضعات دول العربية. ومقاضعها اوروبا. وصندوق النقد الدول. واي حتة في الدنيا دي الا رب العالمين. دي كل مقاضين الانغاز. ظلت دولة محترمة. وشامخة. وعندها عزة. وعندها شرف. وبتقول لا في قلبي. واي زول. واي عم. اي عدو. وكانت مشاريع التنمية ماشى. وكانت الامور في البلد. صحيح. لم تكن بالمثالية التي يتطلبها. لكن رغم كل هذا المقاطعة. كانت عندنا دولة محترمة. كان عندنا جيش محترم. كان عندنا امن محترم. كان عندنا شرطة محترمة. كانت عندنا ولاية محترمة. كان عندنا قيادات محترمة. وكان عندنا فزاعة صحيح. لكن بحده الادنى. ويوم واحد. يوم واحد. ما في ود مقنعة ماشى المعكمة. قال انا داي رفتح بلاغ. دوتزول ما تفتح بلاغ. والله زعموا انا مرة اولا الانغاز دي. والله زعموا الناس انه انا بعبر عن. انا السقطة الديمغراطية التالت وانا بدافع عن الانغاز وكده. بقسم بالله الان. ودي انا بقول للتاريخ يعني. بقول للتاريخ. انا والوان كانت بتوزع مية الف نسخة. في الانغاز دي. انا قاعد الساعة تمانية بالليل. ساعة تمانية بالليل. جا ولد سواك معانا سافر غدا لسانة وجاء. خدت في راس وانه نحنا فصلنا. زي زعم زعمي كده انه نحنا فصلنا. وغايب سنة. باش انا ما حكمت اللي عمل حكمت لي. الولد جاء الوان الساعة تمانية بالليل. مقاعدين معي ضيوف. وانا كنت بيفتكروني انه انا في المجلس الاربعين بتدعو زماني الدعاية المجلس الاربعينة. وانا القلم الاول والتليفزيوني وكده في الدباع عن الانغاز. وكله ده كعزيب يعني. فقام الولد جاء ساعة تمانية بالليل. قام شايل ليه وامري قبض. مالك يا ولد. قال ليه والله انا حكموا عليه كده وبتاع. ويتم مفروض تدفعوا لي مبلغ و والمحامي بتحكم ما جاء. قلت لي طيب ما في مشكلة. آآ باكرة الصباح تجد قابل المحاسب بتاعنا مشي وراجع للقصة دي دفعوا لي حقك. ويتا ولد مش كنت غايب سنة قال لي عاي غايب سنة لكن حكموا لي. طيب ما في مشكلة. وانا بعرفه وبعرف اهل. بلؤمي شديد جدا قال ليه لا. قال ليش يا عمري قبضي ليك. ساعة تمانية بيال ليه. في اللي انغاز دي. كام موكين اضروب كام موكين اتجنايبه. قلت ليه يا اخي. اتا داي لك قروش الساعة تمانية بالليل وانا حسيني ما بنجهز في الجريدة. ما في محام ما في ما في محاسبين. بس انا في كلامي ده قال جا واحد كده قال لينا من انا ما باحس وده امر القبضي والساس لمشي معنا. قلت ليه جدا. طهري كيبتا اعرفتين من شئة القناة اللي جيت القسم اللي جيتا قلت ليه امر القبضي. وانا ده بتاع يعني قال ليه اخذت من الصباح ما قاعد قال ليه قاعد. قال ليه تقدر يستحري جريدة تزيل يعني ولا شو. كنت من الصباح تتسكع من حتة لحتة. مش تجيب لك زولت الساعة تمانية بالليل عشان تبقوا لك زول. لقى القصة ها ما وقحت كده قال ليه ساس على حال آآ بكرة جيبه للزولت هنا في المحكم. قلت لي جدا. ما انا ما القصة انا زعلان في القصة دي. انا والله محترم على القصة دي جدا. مش الضابة ده زول محترم. نقدر الصحافة. وانا ذاتي كتبت له تلويه هناك. ولا دار تكلعان. لكن انا اقسم على القصة دي. خلي اي زول المحامين الديمقراطيين. اي زول يجي يقول والله عنده شيك. عنده حقوق على زول. بعد ذاك انا انا ما اهنا قلمش يقول انا مشيت افتح بلاغ منعوني. انا دا عندي قضيتين كي سيبتون ضد الام. وانا بقول بالمنتهى الصراحة. شوفوا. ما في انضف من القضاء السوداني. والله القاضي لو بيقى شيوعي نظيف. لو بيقى بحسي نظيف. لو بيقى اي ان شاء الله ملحد نظيف. الزول اللي بيقعد سوداني ده. سوداني. ها? قعد في قعد في طربيزة بتاعة قضاء. اصلا ما فيه كلام. لانه ربنا بنزل عليه بركة. سبحانه وتعالى. بركة كده يخليه عادل. اصلا القاضي ما بكون. والله القضاء الخاينين دي الباينين. وما بيقعدوا شهر. كله زول يعرفون. والله يزول داخل عليهم. لو قال له هو يقوم جاري. عشان كده انا قلمت وقلت لهم. عشان هما ما بيسقوا في السوداني. ما بيسقوا فيها. حس انا قلت لجنة التمكين دي. لجنة التمكين دي. الناس يتكلموا عن ظلمة لسبب واحد. لانه بديروا سياسيين. نحن ما تحلوها. ما تحلوها. لكن قوم جيب لك مش لجنة عدلية. جيب لك قانونيين. جيب لك ثلاثة قضاء. جيب لك ستة قضاء قاعدون. قولوا الله يا 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 اخي عبدالباسط. يا اخي عبدالباسط حمزة دا عامل لك طريق قاري. قاري. من ارجين من من حلفو ارجين وكده. وحس على الان بالمناسبة. لما ننهار لما ننهار الميناء بتحلفة. لما ننهار الميناء بتحلفة. الان الصادرات السودانية الان وكانوا الناس يموت بالجوع والناس يفلس والمزارعين. انتم عارفين انه الطريق الوحيد بتاع التصدير. هو الطريق العمل عبدالباسط. حمزة دا بين مصر والسودان. الطريق القاري دا. قلت حسي بتشتم فيه. طريقة الحكومة ما قادرت تعملوا. دا كادر سوداني متميز مش اجاب لك روش من برة. من قطر ولا بنكي من قطري ولا سعودي ولا كده. جعمل له طريق قرابة الاربعمية ميل. عشان حسي هو الطريق الوحيد. المنفذ الوحيد لتصدير الصادرات السودانية. لانه في ظل في ظل هذه الحكومة المباشتنة. المينابور سودان انهار. شوال بتاع شوال بتاع شوال بتاح فول ما بتقدر تصدره فيه. الكرينات انهارة المداخل. الاضرابات المابعرف انهار. انهار تماما ما في زول حارسوا. ما في زول جاي بخبروا. الطريق مكفول. بيقى بيقى مدخل للمغاضبة السياسية. الان الطريق بتاع عبدالباسد حمزة دا. والله عبدالباسد حمزة دا. حقوا تطلعوا تكرموا. تقوم تشيل طريق اربعمية هنا تقول حرامي. تقول حرامي. وبعدين يا اخي وحاجات ودي شايلة في راس عمل لك طريق قاري. وعمل لك وعمل لك فندق. روتانة دا يا اخي. والله الرؤسة كانوا بيجي السوداء ما عارفوا بينزلوا وين. رجال الاعمال بينزلوا في روتانة. عمل لك عفراد عشان تشوف سامبول للتسوق الممتاز في العالم. تقوم تزينوا. تزينوا بدون 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 توجيهتهما. وبدون ما تودوا المحاكمة. طيب البيجي. انا انا ماذا انا والله ما ما عند اي والله مش بتكلموا عليه. هو هو ماذا ما تخلى الاعلامين دي شي مش اعلانات. والله. انا عبدالباسط حمزة ده. ما في الدنيا دي ما لاقيته الا مرة مرتين سلمت عليه. لعنده اعلانات لعنده. ولا باعرفوا زي تشغال فيش. لكن زور بيعمل حاجات زي دي. يعني حسي هو و و و و و و وسامة داود دي. يخي دي يكفي انه حاجاتهم في السوداء. حاجاتهم جوة البلد دي. ات عارف انه في مئات بالرجال الاعمال. سفوا البلد دي وقروشهم قاعدة ودايع برا. قاعدة برا. بياخدوا عليها قروش بالانتريس ده بشغلوا لك زول. لا بيدفعوا ضرائب. لا عندهم مؤسسات. نهبوا البلد وقروشهم قاعدة برا بياكلوا فيها. يبقى اتا لما تشيل عبدالباسط حمزة ده المستثمر المؤسسات وقل الله. وبحكي لي زول محاسب وقال ليه والله اخر ايامه شيكاته وكانت بترتد عشان يتفعل اقصاد بتاع تل. الطريق ده طريق قاري. حس كل حاجة المعارضين دي. امات وابوات وماشيين مصر سياحة علاج. ديش انه ده ما الطريق بتاع فضل باسط حمزة. تكرم ولا تزينه. بعدين دي اسوأ رسالة ممكن توجه للمستثمرين الاجانب. انك ات المستثمرين الناجحين في بلدك. بتصادرون. مش تصادرون بس. تعمل لهم برنامج مخصوص بتدفع عليه مئات عشرات المليارات عشان تسئل لهم. اولاد قاعدين في البيوت. بيوتهم اللي اطلعوا منها. ها? وابواتهم مساهرين لغاية الصباح. تعملوا برنامج. هم في السجن. والتماخ يتحقون. وما محاكمون. وما مرافع على الدفاع. وتشتن فيون. يا خي ده ما اولاد. ده اولاد قبائل. ده ما اسر. لا في اخلاق. لا في امانة. لا في عدالة. والرسائل الخاطئة دي. حسي. حسي منو. مما جات الزفت دي. منو منو وروني مستثمر. ها? له اسم وقيمة وعلامة. ورتبة. جاي استثمر في السودان. منو جاء. شفتهم شفتهم الزهو بتاعتهم ولا كازيب بتاعتهم لمنجول اليام الاولى. وقالوا الكيزان حرامية. والما بعرفينو. وكده وقف علينا العالم. بدل نحن العالم قالوا لينا العالم كله حجيكم. حجيبوا مئات المليارات. والسودان حيبقى الاستثمار محطة الاول في العالم وكده. بقينا ندفع. بقينا ندفع للخواجات. نشيل من دم شعبنا. من دمونه. كراسات اطفالنا. عشان نشتري الدولار من السوق الاسود. عشان نديه ترام. وين اليدعاة؟ ارجعوا. ارجعوا قبل يسقاط البشير ده بشهر. شوفوا. شوفوا لك ازيب. واحد طالح كلب. يتكلم انه في مئة وسبعين مليار جاي السودان. سبعمية مليار من الاتحاد الناي. سبعين دولار ما جاء. سبعين دولار ما جاء. بقينا شحادين. بقينا شحادين. مش بقينا شحادين. الحق الشحدة ده ذاته الداخلية. بقينا نشتري به دولارات في السوق الاسود عشان نديه وعدانا. يا جماعة في مزلة. في مزلة اكثر من كده. انا والله قريت التاريخ. انا ما شفت شعب. اه? انا ما شفت شعبي في العالم ده. ده نازل عن دينه. ولغته. وارثه. وكوادره. والحكماءه. وعاش فترة اسوأ من دي. في تاريخ الشعوب. والله لا ولا في عهده ولاكو. ما في الشعب تعرض لمجاعة ومرض وموت ومزلة. مثل مثل التي مر عليها الشعب السودان. وتشوفه كثير. والتسكريت تلقاه في جيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.